عند الإشارة تكون الساعة السابعة صباحا وهنا ريباط إداعة المملكة المغربية أهلا وسهلا بالجميع كانت مننا أنكم تكونوا بخير وعلى خير قبل أن نبدأ الموضوع بالحلقة لهذا النهار ومنين هضرت على أسعد الشرعي البارحة؟ نشرت في القناة الجريدة أن المغربية ثلاثة ديالتعليقات للأسف الشديد أنها مننا غاربة وفي آخر الحلقة سنشرها بطبيعة الحال وسنوريكم شنو علقوه وأكيد أنني سنردعليها وهنا سنمشي للموضوع ديالنا الرئيسي ديال الحلقة لهذا النهار هنا سنطرحوا السؤال ما هو اللي خلال النظام الجزائري؟ أنه يرفع من وثير تستعداء المملكة المغربية الشريفة في هذا الوقت هذا بالضبط وما هو السبب اللي خلال أنه يجند وحد الفوق وفت وعلى رأسهم محمد دومير اللي يمشل ذلك اللجنة الرابعة وبعدها يتكلم عن ملف أسحراء المغربية ودروا حد أسر التاريخي واتضح نحن المغربة نكشفوك ونكشفوك بطبيعة الحال واتضح أن تلك المصادر جابهم السيد ومير من موقع إسباني باللغة الإسبانية يمكنني الترجم له ذلك الشيء الله أعلم وبدأك يتكلم على خمسة المعادات منذ سنة 1967 وهضر بالخصوص على الاتفاقية الإسبانية المغربية السرية لنقل المنطقة الجنوبية من المحمية الموقعة بسنترا في أبريل 1958 وهنا العشيب في الأمر أن دومير قال لك هو اللي فضح المعادة السرية كيف أعقل أنها تكون معادة سرية؟ وهي أنها منشورة في مجلة إسبانيا وأنا لا أريد أن نفعل رد على ما قاله السيء محمد دومير وأنه دار واحد السر تاريخي وأنا لأول مرة كيف أننا نرد على واحد الإنسان لأول مرة أنا كنسمع قبيلة بوصبح حلامة استفان كيفاش أن النقش ما قاله محمد دومير خلاله اجتماعي في اللجنة الرابعة إليكم هذا الفاصل القصير وأعود إليكم وعهدات مع أولاد سباع ورجبات وابن زروب وولاد دليم وولاد بوصبع ورصبع 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 وولاد سيدي محمد وولاد روسي و تقريبا كل القبائل إذا أعلمت استفام لأول مرة كنسمع قبيلة أبو صبع وواش بوصبع للزرق ولا الصفر ولا الخضر الله أعلم وباش تعرفوا بأنه كباب أشير قال لك تطلب منه الوقت خمس شهور وهو يبحث على ذلك الاتفاقية السيرية إحنا المغربة نجيبوكم نجيبوكم ما تطلبش من ذلك الشيخ بسد دقائق وجبرنا بأن ذلك الاتفاقية السيرية منشورة في مجلة إسبانيا إذا نسي دومير حاول أنك يلا بغي أنك تبرد على الشعب الجزائري ممكن أما المغربة رهو عالين عليكم وهنا قدي رجعوا للموضوع الرئيسي دينا دي الحلقة دي هذا النهار ماذا نبغي النظام الجزائري؟ ماذا نبغي محمد دومير ومن ولاه؟ يريدون الترويج والتحريف الحقيقة ره لا دومير ولا النظام الجزائري رهما يهمهم لا تاريخ ولا ولاه ولكن تهمهم أغراض أخرى هذا هو المغرب دي لكم المغربة أولا الأمر متعلق بقرار محكمة العدل الأوروبية سوف نرى لماذا؟ المتعلقة بالصيد البحري والفلاحة ثانيا المغربي لعقلته الإخوان را كان دعا دول الساحل لمعقاد مؤتمر في الأمم المتحدة فيما يخصوا الاقتصاد في المنطقة مغرب أنه بغي نمي هذه المناطق دول الساحل وهو وانتم كتعرفوا أن دول الساحل كتشهد في السنوات الأخيرة تنافس شرس بين الأقطاب العالمية الكبرى لما تزخر به تلك البلدان من الضروات معدنية وهو ما يتمثل على أرض الواقع في شكل قلاق السياسية وانقلابات لبقين عقلين مهدبة نفوذ مستعمريها القدامى بما فيهم فرنسا التي أصبحت غير مرغوب فيها في إفريقيا عكس المغرب هذا المغرب الآن الذي اقتحم السوق الإفريقية من بابها الواسع من حيث الاستثمارات والتوزيع الاقتصاد وهذا هو اللي يخشون منه الدوباب الإلكتروني الجزائري ومنه محمد دمير وكذلك النظام الأغليغارشي الجزائري شنو ما خايفين؟ خايفين أنهم يخشون أن المغرب يزيد اقتحم هد المنطقة منطقة الساحل من السينيغال غربا هاشنو كي يخطط المغرب إلى أتشاد شرقا مرورا بكل من موريطانيا وكذلك مالي شكل كين بين هد الدول هاد؟ كين بوركينافاسو والنيجر إذا تمتغينا في غير النيجر اللي كتوفر على مدعادي باطنية إذا تمتغينا في غير النيجر أنه كتوفر على الوقود الإحفوري اللي كيتعدى 993 مليون بيرنيل من النفط و175 متر مكعب من الغاز الطبيعي لذلك كنشوف أن حتياتي كذلك كي لمشينا مثلا الجارة ديالها أتشاد كنشوف عندها 1.5 ديال المليار برميل من النفط إلى غير ذلك من التروات المعدنية والتروات الثامنة في هذه المنطقة وهنا عندما أن المغرب دعا إلى إنعقاد كما قلتكم ذلك المؤتمر من أجل إبعاد ما يسمى مجموعة الإكواس لكي تسيطر على المنطقة من طرف الجماعات المسلحة الكبابية حسوا بالخطر على المستوى الاقتصادي ولذلك نجد بأن النظام الجزائر هذا هو اللي خلال أنه يوجه لك عن محمد دومير وزيد وزيد دوباب الإلكترو في موقع توصيل إجتماعي من أجل تعطيل المغرب حتى لا يتقدم نحو هذه الدول إذن هنا اللعبة بينها كل شي عين بين لكي نزكي الكلام ديلي الإخوان أنا كنشوف بأن دول العالم الآن كتعرف بأن خريطة العالم ستغيير لا محالة ودبا لكل أنه موجه البوصلة ديليلو نحو إفريقيا لمعادلة غيرت خاصة إلى الواجهة الأطلسية علش الواجهة الأطلسية للطبع؟ سابقا كانت الواجهة المتوسطية هي الأهم على أساس أوروبا كما تعرفوه وكذا 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 دب أوروبا اليوم في تراجع بينما إلشتنا الدول الإفريقية أنها كتنمي بلادها كتتخلق بعض الاستثمارات في المستقبل وذلك أراجع على أنها عندها كثرة التروات الباطنية التي لا تحصى ولا تعد وعليش الأطلسي بالضبع؟ لأنه يجمع ما بين أوروبا ودول أمريكا اللاتينية والجنوبية التي بدورها شنو كتحاول الآن؟ كتحاول أنها تنامى على شكلة إلشتنا مثلا البرازيل، إلشتنا الأرجنتين، إلشتنا الشيلي، الميكسيك لها الدول ولت أنها كتفوق الدول الأوروبية هذه الدول العظمى التي يحاول أن الآن أن المغرب والدول الإفريقية دول الساحل كتحاول أن نتعامل معها حالة أننا إلشتنا حاليا أن المحور بدأ الآن يتحول نحو الأطلسي ماشي غير اليوم، بل منذ سنوات وسنوات وسنوات هذا هو الخطة الجديدة على شو أقول لكم بأن خريطة العالم ستتغير في الوقت اللي النظام الأوليغارشي الجزائري اللي ما بغاش أنه يكتشف بأنه أصبح لعوبة كل شيء يضع عليه مجموعة من الدول اللي هو شريو الدمام وشريو المغرب كيتبنى سياسة رابح رابح وأنتم كتبنوا سياسة خاسر رابح هنا قد نعطيكم وحد المثال الإخوان مني هادرت على محكمة العدل الأوروبية هذا القرار اللي ينوضو بعد الدباب الإلكتروني الجزائري يقول لك صفعة للمغرب وربح للقضية الصحراوية ومن الصحراء وقت قرار المصير وتقرار العاصر هنا لشتنا مثلا نغي أورو نيوز شنو قلت؟ أن المغرب اتجه نحو الصين اتجه نحو بريطانيا باش أنه غد يدير وحد المعادات واتفاقية ما يخصو الصيد البحري والفلاحه وشنو قلت أورو نيوز؟ هذا سيشكل خطر على الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وهنا راشتنا السيد بريطانا من نخرج وله جزيلة السكر قل لك هتشمكيهم مناش بتاعاتا مطلقا إذن فهمتوا الإخوان اللعباء حنا كان عارفوه بأن بلندن غادية للقدام الحمد لله ولاشتنا هذا النظام الأوليغارشي الجزائري عنده منظومة اشتراكية وعنده اقتصاد ليبرالي رهنهار تلع الغاز والبترول بأن المستقبل الجزائر أن الجزائر ستنهار بصفة نهائية والأيام بيننا بينما المغرب والحمد لله عنده المستقبل أمامه وحنا قاعدين في الاتجاه الصحيح منك تشوف دولة بدون بيترول ولا غاز عنده بعد المنافذ الأخرى المغرب مقبل على مشروع الهيدروجين الأخضر يزيد على ذلك جوجة الدول التي توفر على الغاز في مادة الهيليوم والمغرب وكذلك روسيا حيث روسيا لا تريد عادي المملكة المغربية الشريفة هذا هو المستقبل المغرب ومازال في الحلقة المقبلة إن شاء الله أو في الحلقات المقبلة سنهضر على صناعة الرقاقات هذا هو المغرب فيهدف عليه المغرب زيد على ذلك مني كنشوفو شوفو الإخوان را ما غدي بقلب بيترول ولا غاز هذه تبقى الطاقة البديلة الطاقة المتجددة زيد على ذلك المغرب يخطط من أجل استخراج اليورانيوم من الفوسفات عليش دبق إيران الآن مني كنشوفو وزير الخارجية الإيراني شنو قال في واحد صرح دياله قال يجب إعادة تطبيع العلاقة مع المغرب بعد قطعها سنة 2018 لأن إيران تكبدت خسائر كبيرة وكبيرة جدا لأنها كانت تحزمت على الفوسفات المغربية يزيد على ذلك لكن العالم الآن يحاول أنه يعتمد على البترول والغاز مني كي يجي واحد العالم حاز على جائزة تضاهي جائزة نوبل السلام نسيت الاسم دياله ماذا قال؟ بأن المغرب سيغطي حاجة العالم لمدة 700 سنة لأن العالم مقبل على المجاعة هذا هو المغرب اللي خل مجموعة من الدول أن نتراجع الأوراق ديالها وكي يمشى مع المغرب في الطرح دياله أن يخصده مقترح الحكم الداتي والاعتراف من مغربية الصحراء والقادم أحلى بالنسبة للمملكة المغربية الشريفة باش نختم هاد الحلقة أنا لا التربية ديالي ولا الأخلاق ديالي ما كتخلينيش أنا الرد على من يسيء لي شخصي أنني منين هادرت على أسعد الشرعي نخليكم مع التعليقات اللي كينين في الشاشة كي اللي وصلت به الواقعها أنه سبلي الأم ديالي وطاول عليها وكين بعد الإخوان كين هناك الرأي والرأي الآخر اللي ما تفقوش معايا أنا ما كندير الويصاية على أحد أنت كتآمن وكتحول أنك تتابع أسعد الشرعي وكتقول بأنه يحاول أنه يساهم في التصدي لأعداء الوحدة التربية ما كنت مشكلة ولكن أنك باش تسبني شوفوا هاد التعليقات للإخوان خرامهم زيان واحد ما خلاش أنت جدموك وجدبوك وجد خلاش أنا لا تربيتي ولا الأخلاق ديالي أنا غادي تخليني أن نرد عليك بالمثل ولكن غادي نقول لك شكرا جزيلا لك كان معكم الأستاذ أحمد ترقبونا في طلعة أخرى لكم مني كل تقدير واحترام تقبلوا تحياتي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر